شهد جهاز مدينة السادس من أكتوبر اجراء القرع العلنية لثمانين وعشرين وحدة سكنية بديلة بمدينة حضائق أكتوبر لسكان جزيرة الوراق الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة وتم تسليم المستحقين خطبات التخصيص موضحا بها المنطقة ورقم العمارة ورقم الوحدة جهود كبيرة تبذلها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين حيث شهد جهاز مدينة السادس من أكتوبر اجراء القرع العلنية رقم خمسة وعشرين لثمانين وعشرين وحدة سكنية بديلة بمدينة حضائق أكتوبر ومدينة أكتوبر الجديدة وذلك لسكان جزيرة الوراق الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة القرع عندنا النهاردة لثمانية وعشرين أسرة اختاروا وحداتهم في مدينتين مدينة حضائق أكتوبر ومدينة أكتوبر الجديدة وسيادتك وهيئة المجتمعات وفرت عدة بدائل في مدن وأماكن مختلفة منها العبور منها أكتوبر الجديدة وحداء أكتوبر وكذلك منطقة مطار إمبابا مراسم إجراء القرعة العلنية تضمنت تحديد موقع شقة كل متقدم من الراغبين من أهالي جزيرة الوراق في الحصول على سكن بديل خارج الجزيرة وتم تسليم المستحقين خطابات التخصيص موضحا بها المنطقة ورقم العقار ورقم الوحدة أنا كان لنا شقة بتاع ابنتي جات سلامتها القرعة اللي فاتت وروحنا اتفرجنا عليها جميلة جدا حلوة جميلة لا طبعا نضغفها طبعا مبني طبعا غير المبني خالص حاجة أحسن منها كتير طبعا بالنسبة للعمير هنا العمير كويسة ما فيش أدنى مشكلة فيها الطرق واسعة فيه مساحات خضرة برضو فيه متنزهات وفيه كمان تخطيط عمراني كويس جيد فهي هنا التطوير حلو خدمتك قريبة عندك مول قريب عندك مدرسة قريبة عندك غيس كهرباء قبل ما يجي هنا أنا كنت متوقع أن الدنيا فاضية ومش هيبة فيها حاجة يعني مش فيها حاجة هو لسه مشروب يبتدي مش هيبة فيها خدمات فطبعا وإحنا جايين في الطريق لا أشوفنا حاجات جميلة كتيرة جدا فعلا تستحق أن البنادد يسيب المكان اللي هو كان فيه وييجي فيها يتحفى بجد بجد وفيها خدمات كتير حلوه يعني الفرحة النهاردة مهولة توفير سكن اللائق وحياة كريمة للمواطنين مع مساحات ومسطحات خضراء هو أحد أهداف الدولة لتنفيذ مخرجات المخاطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر أحمد الحسيني التلفزيون المصري